بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله عزائي المتابعين كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عني مع تلميذيت على السنة الأولى متوسط في مادة اللغة الإنجليزية ونحن نحضره للاختبار تعالفصل الأول دنك هنا كل حد وراء هو واصل من أن يدي رحسابي كملتوا سيكونس نمبر 1 ودخلتوا في سيكونس نمبر 2 So the situation of integration The task says التمرين يقول تعليمة Write a short message to Jack هنا مدام عندنا Jack اسم المرسل إليه احنا رحين نستعملوه كنديرو salutations التحية نقوله Hello Jack ولا Hi Jack Of course you can say Good morning Jack etc تقدروا تقوله Good morning وش رح نحكي له Jack رح نحكي له To tell him نقوله له بس كطفل كان عندكم هنا طفلة تقوله tell her يعني ما تحيروش في هذه الكلمة كل ما تطلعوا في المستوى كل ما زدوا تعرفوا كلمات أكثر إذن أحكي له Tell him about yourself عن نفسك كي نقولك حكي له على حدثه عن نفسك مع أن تهمدلوا معلومات على Your name Your age Your school Hometown Etc كي تكمل هذي سيكونس نمبر 1 فيها ناشناليتي وكامل ودخل في سيكونس نمبر 2 قرأتوا فيها Your family Family هنا بان شوفوا هنا كي نهدر على من روحي نهدر على My name My age My school My nationality My hometown ومبعد نروحي فيها My family حضرنا على الجاب تعالف هذا Mother الجاب تعالفها Siblings هذي كلمة شي كامل اللي استعملوها ولكن مليح تكونوا تعرفوها Siblings معندها خوتي وخياتي خوتي الظقور نقول Two brothers هنا Two brothers والأخوة خياتي البنات نقول Sisters هنا عنده واحدة فقط إذن نقول One sister تبع معي مليح مليح لسيختوا الممتازين اللي ميحبوش يدو أقل من العلامة الكاملة 6 على 6 إذن قلنا نستعمل اسم المرسل إليه اللي هو Jack نبدأها في التحيات Salutations Greetings Hello Jack معلومة الاسم نجيبها هكا My name is عمر ولا I am عمر أحسن واحدة ندروا My name is بس كأيام رح نستعملوها بزيف يعني نقصوا وحدة مليح علينا My name is عمر نروحوا للأيج هنا دايما نمدلكم خطأ الشائع والتصحيح ما تقولوش My age is هذا خطأ شائع نستعملو العبارة الصحيحة في اللغة الإنجليزية اللي هي I am 11 years old طبعا هنا 11 حداش تكتبو هالي بالحرف لازم تكونوا تعرفوا باللي لازم تكتبو بالحرف واللي عمرو عشرة يكتب أيام 10 اللي 12 يكتب أيام 12 إتسيترا أوكي هذي بنات وولادة ولا تحبو تقولو I am from وتكتبو البلاد Algeria شوفوا هنا استعملت Algeria وهنا استعملت Algerian Algeria is the country Algerian is the nationality of course طبعا هنا كان تلميذ ما رحينش يكتبو Algerian بس كان عارفين من الجزائر فيها عدة ضياف اللي راهم عن النار بيحفظهم ونسلم عليهم مكامل كان يكتبو لك I am from Syria I am from Palestine I am from Egypt I am from Morocco إتسيترا وكي ومبعد تكتبو المدينة اللي راكو سكنين فيها مدينة كيفاش نجيبها متقولوش my hometown is نو نقولو I live in وتكتب المدينة I live in بليدا I live in باتنا I live in Algiers إتسيترا صحة إذا نبقتلي الآن المعلومة تع school المدرسة اللي راك تقرأ فيها middle school ما عندها متوسطة وهنا نكتب الاسم التاحة هذه كيفاش نجيبها المعلومة في جملة صحيحة نقول I am a pupil أنا تلميذ في متوسطة كذا I am a pupil عربية بسي مثلا middle school عربية بسي كان بزيف كان في القليعة اللي نعرفه ما أنا كان في قليعة كان بليدة كان حجوط وني متأكدب لي كان في مدن أخرى نروحو الآن إلى سيكونس number two إذا ما دخلتوش في سيكونس two هنا يسموك ومكمملتو خلاص قادر تزيد جملة عمي favorite color اللون المفضل ولا هذا ما كان سينو يسموك كملت اللي دخلو سيكونس two رحي نزيدو هذه I have a lovely family عندي عائلة رائعة My father is هنا نزم is متنساوش this is the verb to be My father is an architect هذه ما نقلعهاش architect في الإنجليزية نقلعها architect وبما أنه أنا اخترنا هنا على الجوب لك ودرتو الدرس باللي الجوب كي يبدأ بالفاول نستعمل له an مش نستعمل له an an هذه الدليل على المفرد وإذا كان يبدأ بالconsonant كيما هنا My mother is a housewife رح نستعمل ا هناك أنا عندي فاول نستعمل ان وانا عندي حرف عادي consonant رح نستعمل له ا ا احنا My father is an architect and my mother is a housewife housewife معندها ماما ما تخدم شو براء ماما ما كثا في البيت صحة I have two brothers سميهم لي هنا مثلا احمد and عمر على حساب خاوتك عبدالغاني and محمد دبرس كتا وخاوتك and one sister سميها هنا ثاني امينة كما تحب هذو مسوالح رحين يتبدلوا اسم المؤسسة العمر اسمك انت رحين هذو ما يكونوا على حسابك انت شخصيا الا اذا استاذا مدتلك بطاقة كما درتلكم انا هنا هي اللي تقول لك تبع لي المعلومات هذو وفي هذا الحال تبع البطاقة تفاهم دلنا كامل المعلومات وش يبقى لي نسق سيجاك وش نقول هاو ماذا عنك مع السلامة نقول باي اوكي الان بما انه التعليمة قاتل نكتب لي مسج حين ندير هذي السحابة كيا باش تبين نبلي هذا شكل المسج واللي راو يهدر هو عمر اذا هنا نكتب عمر اوكي ان شاء الله هذة المواجعة كانت مفيدة لكم وتجيبولي نقاطل الله الله يفرحوني وكتبولي في التعليقات وش خصكم وش تحبون زيد الراجع لكم وبعد مور الاختبار ارجعوا لي وقلوا لي ش حديتوا تهلا وفرحكم وفي والديكم سلام